على مدار الثمانية عاماً للماضية عن القطاع الصناعي في العراق من إهمال كبير من قبل الحكومات المتعاقبة أدى إلى انهياره بشكل شبه كامل معامل السجاد كحال غيرها تصارع اليوم من أجل البقاء ومعمل السجاد الحلة في محافظة بابل يمثل نموذجاً لهذه المعاناة على رغم من كونه واحداً من سبعة معامل لصناعة السجاد في جميع أنحاء البلاد معوقات الانتاج مالتنا يعني مثلاً ما ينباع بسهولة لازم يعني نحتاج جهات تشتغل بهاي الناحية ما أحد يجاو ساعدنا يجون يعرضون رواحهم والله وياهم بس انتقبونوا هاي يعني بصراحة دحكي لك الصراحة غير إيه راح أسوهاي راح أسوهاي وماكو واحد منهم إجا قالت دسد المعمل قلنا لروح الله وياك قال ماكو فايدة ليه شيابة ماكو فايدة هذا انتاج أثري المعمل الذي تأسس في تسعينيات القرن الماضي يدار من قبل طاقم نسوي بالكامل ويقدم منتوجات يدوية تنافس المنتوجات المستوردة وتتفوق على الكثير منها من حيث الجودة والسعر لكنه يواجه تحديات عديدة من أجل مواصلة الانتاج بسبب غياب الدعم وضعف الاهتمام أما العراقي به جودة بالسوف أفضل من التركي والإيراني وأفضل من بقية الدول والسوف بالضبط هو يعني صوف طبيعي مية بالمية أما المنتج الإيراني أحيانا يكون يعني نايلون وأحيانا يكون صوف مصطنع يعني صناعي فلذلك العراقي يصير أجود وأفضل وعمره أطول طبعا فضل السجاد العراقي أفضل من السجاد المستورد مع العلم السجاد المستورد ألوان زاهية به وألوان حلوة به بس السجاد العراقي أفضل يتحمل بالغسل يتحمل أنه الغسل يعني عملي بالبيت فشل على جميع الأصعدة ونظام يقدم النموذج الأسوأ في إدارة الاقتصاد عبر سحق المنتج الوطني والاعتماد على المستورد خدمة لمصالح وأجندات لم تعد خافية على العراقيين